مرحباً، أنا إيدا من نيويورك أنا وأختي التوأم جية ولدنا من والدين فوضويين يتنازعان مثل توم وجيري طوال الوقت وفي يوم ولادتنا اختار كل واحد منهم توأماً وقرار تنشئتنا كنسخ منهما إيدا جائعة، تحتاج إلى رضاعة أوه، بما أنك اخترتها، لما لا تطعمها من صدرك؟ نعم، اختارني أبي ورباني وعلمني اللغة التركية لأنه من تركيا وكانت جيا المفضلة لدى أمي حيث علمتها أمي الإيطالية لأنها من إيطاليا وعلى رغم من أننا نتحدث الإنجليزية في المنزل أصبح أمر اللغات سبب سوء التفاهم في العائلة بسبب خلافات أمي وأبي لم أستطع التقارب من أمي وكرهت ذلك لذا ذات مرة وأنا في الثامنة قررت كتابة بطاقة لها بمناسبة رأس السنة وطلبت المساعدة من جيا حينما رأت أمي البطاقة فقدت أعصابها سي أنا فكا جراسا والتي تعني أنت بقرة سمينة يا إلهي أنت وقيحة يا إيدا مثل أباك الأحمق تماما لطالما علمت أنني اتخذت القرار الصحيح باختياري جيا كنت غاضبة تلك الشريرة التي جعلتني أفعل هذا ركضت إلى جيا وسحبت شعرها لماذا فعلت هذا بي؟ لأن أبي يحبك أكثر مني وأكره ذلك وماذا إذن؟ أمي تحبك أكثر مني حينها جاءت أمي وفصلت بيننا وقالت جيا شيئا بالإيطالية ماذا قلتي؟ ليس من شأنك اذهبي لأباك وعانقيه لكن حدقت جيا بي وبسقط على وجهي وشب خلاف آخر ضربتني وأصبحت بعين سوداء لكن كنت سأخذ حقي منها الشيء المضحك بشأننا كان أننا أنا وجية وأمان متطابقان نشبه بعضنا جيدا حتى أنه يصعب على والدين التفريق بيننا أحيانا وسأستغل هذا ضدها في اليوم التالي ذهبت للمدرسة وضربت طفلا على وجهه مباشرة أنا أحكم المدرسة لا أحد يجرؤ على العبث معي تذكر اسمي أنا جيا سيؤدي هذا إلى عقاب جيا بالتأكيد لكن انقلبت خطتي علي حينما تم استدعاء أمي وأبي لمكتب المديرة ولم يستطيعوا اكتشاف الفاعلة منا بدأ يلمان بعضهما أمام المديرة سيستوبيدو نعم لا يهم أنت كذلك كسيستوبيدو تؤني مالي سمحت المديرة لنا بالانصراف دون أي عقاب لأنها أرادت التخلص من أمي وأبي فقط لكن ليس الأمر وكأنهما توقفا في عيد الشكر طلبت أمي البيتزا على العشاء وجن أبي أين الديك الرومي؟ من يصع البيتزا في عيد الشكر؟ أيتها المرأة الغبية ديك الرومي ديك الرومي أطلب من والدتك أن تعده لك قالت أمي هذا وألقت بطبقا على أبي لكنه تجنبه ثم أمسك أبي بزجاجة الكاتشاب وأشار بها نحو أمي لا تجرؤ سأقتلك شاهديني إذن ثم ضغط على الكاتشاب نحو أمي غضبت أمي وتحولت طاولة العشاء إلى ساحة حرب بعدها شعرنا أنا وجية بسوء لم يهتم والدانا بالعطلات السعيدة ولا بنا أيضا إنهما مختلفان طوال الوقت ثم ذات يوم في الصف السابع حينما عدنا أنا وجية من المدرسة للمنزل ألقى أبي وأمي بقنبلة علينا سننفصل وستعيش إيدا مع والدها في تركيا وستعيش جية معي في إيطاليا ماذا؟ لا مستحيل لا يمكنكم فعل هذا لا يا أمي لا يا أبي لا يمكنني العيش بدونكم أريدكم جميعا معا الرجاء لا تفعلوا هذا لكنهما لم يستمع لنا حتى وقالا أنه قرار نهائي تلك الليلة ذهبت لأتحدث إلى جية بغرفتها ظننت أنها لن تستمع لي لكنها عنقتني بمجرد أن رأتني أوه إيدا أنا سعيدة لأنك هنا على الرغم من خلافاتنا الدائمة لا يمكنني العيش دونك أنت وأبي يا أختي علينا فعل شيئ ما من الذي يمكننا فعله يكرهنا والدانا إنهم أنانيان ولا يفكران إلا بأنفسهما إذن فالنهرف حاسب سينشغلان بالبحث عننا وسينسيان أمر الطلاق الغبي سيفهمان مدى حاجتنا لهما لن أسمح لهذا بالحصول لن أدعوهما يدمران حياتنا علينا أن نبقى معا مهما كلف الأمر لكن قررت أمي وأبي الطلاق ووقاع الأوراق خلال أسبوع لكن بعدها خطرت لي فكرة عبقرية يمكنني تبديل الأدوار مع جية وذهب مع أمي لإيطاليا ثم نخبرهم بالأمر بعد ستة أشهر حيث سيلتقيان مجددا لتبديلنا ربما يكون غضبهم قد قل ويدركا أنهما لا يزال يحبان بعضهما نعم كان هذا مثاليا أخبرت جية مباشرة وكانت سعيدة ووافقت بعدها سافرنا أنا وأمي إلى إيطاليا وهناك كان لأمي منزلا كبيرا بمجرد أن وصلنا جاءت الخادمة تركض نحونا وحملت كل أشيائنا حينها أدركت أنني لا أفهم كلمة بالإيطالية ذكرني ذلك بجية كانت عالقة بالتركية أيضا ولم تعرف أي كلمة من اللغة يعلموا اللهم مرت به من مشكلات مرحبا بيركاتش أركاك ألا بليش ميم ماذا تقولين؟ هل أنت مجنونة؟ بعدها سجلتني أمي بالمدرسة وكان يومي الأول عبارة عن فوضى عرمة طلبت المعلمة مني أن أقدم نفسي وقلت شهق الجميع وبدوا كأنني لعنتهم جميعا كل ما قلته كان رائعا لكن لسبب ما لم يتحدث أي شخص معي في اليوم التالي خلال الغداء كانوا يقدمون البيتزا لنا في الكافيتيريا لكنني لاحظت أن الجبن كان قليلا هل يمكنني الحصول على مزيد من الجبن؟ نظرت البائعة وكأنني طلبت كليتها ويا إلهي كان هذا خطأ فادحا طلب المزيد من الجبن في إيطاليا يعتبر من الوقاحة لكن لم أعلم بذلك جبن؟ فاكا جراسا؟ حدقت المرأة بي وقفزت من على الطاولة وهاجمتني طاردتني حول المدرسة حتى أمسكت المديرة بنا أخبرتني بالتوقف عن أن أكون وقحة وقالت أنها ستتصل بأمي لاحقا وشعرت بسوء كانت أمي قد تصالحت مع أمر طلاقها والآن أنا أزيد من مشكلاتها فكرت بالاعتذار لها بمجرد أن أعود للمنزل لكن ما رأيته لاحقا صدمني كانت أمي تقيم حفلة سباحة مع صديقاتها وكنا مستمتعات كأنه أفضل يوم في حياتهن ما هذا؟ أمي ما الذي يجري هنا؟ أوه عزيزتي أنا أستمتع بوقتي جدا عليك الانضمام إلينا بالمسبح أيضا لو علمت أن الحياة بدون أباك ستكون بهذه المتعة كنت طلقته قبل أن نتزوج أشعر بأنني في العشرين من عمري مجددا ووهو ماذا؟ أعتقدت أنها ستشتاق لأبي لكنها كانت مستمتعة بوقتها كان هذا غريبا ولم أتوقعه ذهبت لغرفتي بسرعة وهتفت جيا لأخبرها بمدى جنون أمي لكنها أخبرتني بما صدمني أكثر حتى كان أبي سيخطب خلال أسبوع هذا جنوني علينا إرجاع أمي وأبي معا بأقرب وقت بكل الوسائل الممكنة في اليوم التالي كنت جاهزة لأخبر أمي بكل شيء لكن ما رأيته أوقف قلبي قدمتني لحبيبها الغير وسيم وقبل أن أنتق بكلمة وضعاني في سيارة وأخذاني للتسوق معهما لكن كان علي فعل شيء للتخلص منه حينما كانت أمي في غرفة الغيار أخبرته أن يترك أمي وشأنها فوليو كيتو أميميا مادري رأيت دموع في عينيه فجأة وعانقني ما الذي يجري؟ ثم أخرج وردة من جيبه وتقدم لأمي بأكثر طريقة رومانسية ممكنة سورايميا سينيورينا كانت أمي مذهولة ثم قالت أسوأ كلمة على الإطلاق سي لوفرو يا إلهي ما الذي يجري؟ تهوت خطتنا تماما في اليوم التالي ذهبت للمدرسة غاضبة لكن في ممر المدرسة سحب صبي ما يدي وبدأ يغازلني أهلا يا جميلة هل تريدين الحصول على بعض الجبن معي؟ سأنشئ مصنعا لكي إيو كان مقرفا جدا وقد سئمت من سخرية الجميع مني لأنني لا أعرف اللغة أعرف القليل من الإيطالية لذا أخبرته أن يتركني وشأني لكنه لم يفعل لذا صفعته بشدة رحل وذهب ليخبر المديرة ببعض الأكاذيب أنني أجبرته على تقبيلي بعد ساعة جاءت أمي لمكتب المديرة وبدت غاضبة جدا طفلاتك تتصرف بفضاعة وتجبر الأولاد على فعل أشياء غير لائقة أمي لم أفعل أوه أنا أعرف ابنتي جيدا هذه المدرسة غذية وسألحقها بمدرسة أخرى انتهى يا إلهي كانت غير متوقعة في طريقنا للمنزل اعتقدت أن أمي ستكون غاضبة لكنها قالت ما صدمني بدلا من ذلك لا بأس يا عزيزتي لو كنت في مكان يجعلك تعيسة يمكنك الانتقال منه مثل ما فعلت تماما يا إيدا ماذا؟ هل نادتني باسمي الحقيقي؟ أمي أنت تعلمين؟ بالطبع أعلم أنت طفلتي حقا؟ حسنا لا هذا الصباح بعد أن غادرت للمدرسة ذهبت لغرفتك ورأيت لباسك الزهري الذي تكرهه جيا لكن لما فعلت هذا يا عزيزتي؟ تخيالي ما مرت جيا به هناك لا تعرف اللغة حتى نريدكم أن تكون معا يا رفاق لكن لم تقل أمي أي كلمة وبمجرد أن وصلنا المنزل اتصلت بأبي وأخبرته بكل شيء لكن أبي لم يصدقها لنا قع في خدع كيئتها المرأة هل تعتقدين أنني غبي؟ بالطبع أعلم أنها ابنتي إيدا لكن بعد دقائق اتصل أبي بها مجددا وقال أنه كان يعلم من البداية أنها ليست أنا وأخذنا طائرة أنا وأمي معا فورا حينما وصلنا المطار رأيت جيا وأبي ينتظرانا خارجا ركت نحوها وعنقتني بمجرد أن رأتني اشتقت إليك يا أختي بعد دقائق طلبت أمي من جيا أن تتبعها وطلب أبي مني أن أذهب معه لكن كان علي أن أحاول لآخر مرة يكفي لن نذهب لأي مكان نريد أن نعيش معا مثل عائلة رجاء ألا يمكنكم فعل ذلك من أجلنا؟ نعم أريد أن أعيش مع إيدا وأمي ليس هكذا حيث أشعر بالفرغ والوحدة أريد أن أكون سعيدة نظرت أمي وأبي لنا متفاجئين أوه عزيزتي لما تعتقدين أنك وحيدة؟ لا يهم ما حصل بيني وأمك لا شيء يمكنه تغير الحقيقة أنا نوالداك ونحبك كثيرا نحن معكما دائما إذن لماذا لا نعيش معا؟ لأن ذلك لن يجعلنا سعداء أردنا أن نربيكم في بيت سعيد مليء بالذكريات السعيدة لكن أن نعيش معا لن نستطيع إعطاؤكما أي من هذا وانظر إلينا الآن نحن سعداء ويمكننا إعطاؤكما أفضل ما في العالم لو اخترتم الموافقة على ذلك نزلت الدموع من عيناي فجأة ربما كانت أمي على حق بدت أكثر سعادة وصحة أكثر مما كانت عليه مع أبي وأبي يبدو سعيدا جدا الآن ونحن نحرب ضد سعادتهما علينا إيقاف ذلك نظرنا إلى بعضنا وعلمنا أنه الشيء الصحيح لفعله وافقنا على خطة أمي وأبي لكننا قررنا أننا لنضحي بسعادتنا أيضا لذا قررنا أنا وجياء أن نعيش مع أمي وانتقلنا لإيطاليا معها لكننا نزور أبي وعائلته الجديدة أحيانا والآن نحن الأسعد ترجمة نانسي قنقر